موسيقى مساء الخير جميعا وأهلا بيكم في تسعين دقيقة مع معتز الدبرداش النهاردة الحلقة هتبقى عبارة عن ليلة في حب الساحر الأستاذ الراحل محمود عبدالعزيز يعني طبعا زي ما انتوا عارفين الشعب المصري زي ما بيقولوا عليه مالوش كتالوج يعني الناس اللي حزنت على الأستاذ محمود عبدالعزيز وتذكرت له مشواره الطويل في عالم السينما المصرية والدراما وأدواره التي لا تنسى الحقيقة رقفة الهجان وفيلم الكيف وفيلم العار وفيلم البريء هنتكلم على كل ده وهنتكلم كمان على حياته الشخصية كانت ازاي وفي آخر أيامه قال إيه لصحابه هنحاول ان احنا النهاردة نقرب من هذا الشخص العظيم اللي ساب بصمة كبيرة في الدراما والسينما المصرية طبعا زي ما انتوا عارفين في ناس معينة ربما لما هينزلوا في كتب التاريخ هيتكتب ان هم من أعظم عظماء الممثلين والتمثيل في مصر والعالم العربي من أمثال مثلا يعني زاكي رستم فريد شوقي محمود مرسي أكيد المليجي الحقيقة الواحد مش قادر يحصر كل الأسماء بس اللي أنا عايز أقوله يعني وده بشعور نابع مني أنا شخصيا ومن يعني متبعتي لأحوال الفن في مصر ان محمود عبد العزيز اسم الحقيقة لا يقل عن كل هؤلاء ربما سيستر التاريخ ان محمود عبد العزيز كان من أعظم الممثلين اللي وردوا على السينما المصرية في تاريخها عموما يعني وفي الدراما المصرية على كل حال بعد شوية هنتكلم عنه وعن مشواره وهنستضيف مجموعة من الأصدقاء والمقربين والناس اللي اشتغلت مع هذا الراحل العظيم اللي فقدته مصر والعالم العربي أمس عن عمر سبعين سنة بعد فترة صراع مع المرض رحمة الله على الأستاذ محمود عبد العزيز وإن شاء الله هنفتكره هنفتكر أعماله النهاردة في برنامج تسعين دقيقة